السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم إن شاء الله بنكمل منهجنا في تفاضل اثنين آخر درس إن شاء الله ونالكم كل سنة طيبين ومفاقين بإذن الله الدرس بيتكلم عن طايلور وماكرون طايلور وماكرون هم طبعا عالمين كل واحد عمل قانون للمتسلسلة القانون الأول اللي هو بيتكلم عن طايلور سريز لازم اكس بيعطيني رقمه يعني إذا طلب مني في المسألة طايلور لازم يديني اكس بواحد باثنين بباعة لاثنين بثلاثة المهم اكس لها قيمة القانون اي بقى بتاع طايلور سيجما اللي هو المجموع من صفر المالة نهاية F أسين أسين دي معناها المشتقة اللي بيقصد معناها المشتقة الأولى التانية التالتة عند هذه النقطة اللي بيعتني إياها على مضروب الان في أكس نقص أسين معنى ده ايه المشتقة ايه؟ يعني إحنا نعوض عن F الأول اللي نعوض في المعادلة بعد نجيب المشتقة الأولى على المضروب في أكس نقص العدد أس واحد واشتقت تاني على مضروب الاثنين في أكس نقص العدد أس اتنين وهكذا الماكلورون بقى إيه؟ لا ماكلورون نفس القانون هو هو بس اللهم إن هنعوض عن X بصفر وبالتالي لما يطلب مني ماكلورون مش هيقول لي أكس بكام أنا كده كده أوتوماتيكيا حافظ إن هي بصفر لو لاحظنا إن القانون نفسه بس بدل الأيه هنحط هنا زيرو وبدل الأيه هنا زيرو طب أكس نقص صفر يديني أكس اللي هي أسين فالقانون هو هو بس هنعوض عن A بإيه بصفر والقانون نفس الكلام إذن الفرقة بين ماكلورون وطايلور في حالة ماكلورون الـ X بإيه بزيرو أما في حالة طايلور الـ X بيعطيني إيه بيعطيني عدد بيبقى رقم معطا في السؤال دعا نطبق الكلام ده من خلال الأمثلة عندي السؤال الأول فايند ماكلورون أعطلب هنا ماكلورون للدالة Fx بتسوي E Sx وعايز كمان نص القطر الموضوع بسيط جدا أنا أول حاجة ببدأ أخد الدالة بكتب الدالة عندي في السؤال Fx بتسوي E Sx اللي هي الدالة اللي بيعطينيها طب وبعدين يا أستاذ وابدأ أعوض عن F0 اش معنا زيرو لإن احنا قلنا في الماكلورون أعوض على الـ X بصفر حتى بدون ما هو يقول على طول E S0 فيديني واحد وابدأ أجيب المشتقة الأولى مشتقة E Sx نفسها عوض في المشتقة الأولى برضو بصفر فيبقى E S0 يديني واحد طب نجيب المشتقة الثانية للدالة X هي نفسها طب لما عوض في المشتقة الثانية بصفر فيديني برضو E S0 برضو بواحد والثالثة والربعة فاللحظ دالة E هتطلع نفسها في كل الأحوال وتطلع واحد وبالتالي لما أجع عوض في القانون الـ Fx بتاعت مكلورن القانون بيقول إيه بيقول إيه الأول خالص F A في المشتقة الأولى دولة أساس الأداف في صفر والممتاز المشتقة له عند الصفر على مضروب الواحد في X1 المشتقة الثانية عند الصفر على مضروب الاثنين في X والثانين المشتقة الثالثة عند الصفر على مضروب الثلاثة في X والثلاثة وهكذا لما أجع عوض المشتقة له له بواحد طب المشتقة عند صفر بواحد المشتقة له برضو بواحد واحد في X طب هنا المشتقة الثانية بواحد في X والثانين يبقى X والثانين على مضروب الاثنين طب وبعدها X والثانين على مضروب الثلاثة. اه وهنستنتج اللي بعد هتبقى كام? اه مصبوط اكس اوز اربعة على مضروب الاربعة زائد مين? زائد زين. لو انا عايز اجيب السجمة هنا اللي هو القانون هيبقى القانون سهل جيد. السجمة من ان بتسوي صفر المالا نهاية. اكس اوز ان على مضروب الان. ممتازي. طيب الكونفيريينت في الحالة دي اه احنا قلنا في شبط الهداشر ارتبنا ان الكونفيريينت اه اللي فترة الفترة بتاعتي هنا هتبقى من سالب مالا نهاية لما لانهاية. طيب والار مالا نهاية. وبكده يبقى احنا اه حلينا السؤال ما فيش قدنا مشكلة فيه. طيب نشوف السؤال اللي بعده. السؤال اللي بعده نفس الكلام. اللهم ان هنا هنحتاج تايلول. يعني السؤال اللي عده هو هو بس هنجيب تايلول. دولي خلاص او اصاز انا عرفت القصة. الدالة اف اكس بتسوي اي اوس اكس. هنا هعوض في الدالة باثنين. هتطلع ل اي اوس اتنين. طيب المشتقى الاولى للا اي نفسها. طيب عوض باثنين. يبقى في المشتقى الاولى باثنين تطلع برضو اي اوس اتنين. وهكذا هللاحظ ان كلها هتطلع اي اوس اتنين. فلما اجا عوض في القانون بتاع اي مين بقى في بتاع الطايلول هيبقى الدالة اه اللي هي قدي الاتنين اي اوس اتنين. زاد المشتقى الاولى اللي هي اي اوس اتنين على مضروب مين الاتنين. في اكس بقى واحد ولا اكس نقص اتنين اكس اكس نقص اتنين واحد طب وهنا يبقى بعدها اي قص اتنين هي المشتقة التانية على مضروب ايه على مضروب التلات هنا على فكرة المشتقة الاولى هنا قص واحد مضروب الواحد هنا هيبقى مضروب الاتنين مضروب الواحد هنا مضروب الاتنين في اكس نقص اتنين قص اتنين وهنا اللي بعدها المشتقة التالت على مضروب التلاتة في اكس نقص اتنين قص تلاتة وهكذا لما حب اجيب السيجمة هتبقى اي قس 2 دي اساسي في مين بقى تقول في اكس نقص 2 نقص 2 قس 2 على مضروب الان ممتازين لا طبعا لما ان بتسوي صفر لما لا نهاية لما نلاحظ هنا عايزين نجيب الكونفيرجنت نفس الكلام الكونفيرجنت بتاعتي من سلب ملا نهاية والريديوس عندي هيبقى في الحالة دي برضو ايه ملا نهاية شوف السؤال اللي بعده عندي هنا السؤال اللي بعده بيتكلم عن الماكلورون بس في دلة الصين شوف كده مع بعض دايما الصين والقزان دي بتيجي في الاختبار نركز فيها معينها سهلة جدا جدا انا عندي الـ fx اللي هي الدلة الرئيسية صين مدام ماكلورون يبقى عوض بصفر المشتقة الأولى عند ماكلورون مشتقة السين بقزان وعوض بمشتقة الأولى عند السفر هتدي ديني واحد نجيب بعد المشتقة Hubble 2 القزان تبقى مشتقتها سالب صين اعوض ستطلع لي سفر المشتقة الثالثة هتبقى سالب قزان اعوض المشتقة الثالثة بصفر يطلع لي سالب واحد لو هنا جبنا المشتقى الرابعة القزاين بسالف في سالف تحول الى موجب ايه صين اذا ده هتطلع نفس الدلة الاصلية فلما عوض في المشتقى الرابعة تديني بايه بزيرو البعدي كده هتتقرر ولذلك اي دلة مسلسية بيجيب لحد الرابعة وتوقف ليه لان هتبدأ تتقرر مرة ايه مرة تانية نبدأ نكتب القانون حاج ماكلرون اف اكس هتساوي اف صفر اه مفروض بقى القانون حفظنا اف ده الصفر على مضروب الواحد في اكس وس واحد المشتقى التانية عند الصفر على مضروب الاثنين في اكس وس اتنين المشتقى التالتة عند الصفر على مضروب التلاتة في اكس وس تلاتة وهكذا ده اللي الاولى بصي يزيرو طيب المشتقى الاولى بايه بواحد واحد في اكس باكس طيب المشتقى التانية الصفر طيب التالتة اه سالي بواحد في اكس وس كان بقى تلاتة على مضروب التلاتة الرابعة بزيرو وهكذا نلاحظ نلاحظ أن الحدود الفردية هي فقط اللي هتبقى يبقى x x3 على 3 طب اللي بعده x5 على 5 على مضروب الخمسة طبعا طب اللي بعده هيبقى x7 على مضروب السبع نلاحظ أن الأعداد الزوجية كلها رح تكون بصفر والفردية هي بس اللي هتتبقى ولذلك لما تكتب القانون السجمة من أن تساوي زير المالانهاية أول حاجة موجب سالبي بسالي واحد والسن وبعد كده نقول يبقى x x2n زاد 1 اللي هو الفردية على 2n زاد 1 مضروب وتسير هذه هي السلسلة الفردية يبقى ده كده 2n زاد 1 ويدي احنا قلناها قبل كده الحصة السابقة في حالة الأي الأس الأي الأس الفردية تعالي نشوف كمان مثال دالة القوزين بس هنا مش عايز مكلورن عايز طايلور طبعا مكلورن أسهل من طايلور اللي مكلورن بصفر فبتبقى أسهل على طول طايلور هنا عطاني الاكس بباي على كام على الثلاثة يبقى كان عادة هقوله الف اكس بتساوي دالة القوزين وابدأ عوض عن الف عند الباي على ثلاثة طبعا باي على ثلاثة اللي هي 180 على الثلاثة يديني ستين يعني الباي على ثلاثة يتعتبر هي الستين فأو القوزين عوض هنا قوزين ستين يديني نص راح أجيب المشتقة الأولى مشتقة القوزين بصلب صين وعوض في المشتقة الأولى بباي على ثلاثة هتبقى هنا سالب صين ستين اطلع للسالب بجازر ثلاثة على ثلاثة راح أجيب المشتقة التانية تبقى سالب قوزين وعوض في المشتقة التانية بباي على ثلاثة نفس الكلام هتطلع لسالب نص أجيب المشتقة التالتة عند اكس مشتقة الصين القزيم بصين وسالف فيديني هنا ايه المشتقة التالتة هتديني صين واروح اعوض في المشتقة التالتة بباي على ثلاثة تطلع لجازر ثلاثة على اتنين لو جبنا الرابعة مشتقة تصين وقزين هتديني الدلالة السيالية نص نكتفي لما اجي اكتب القانون لدالة طايلور ف ايه اللي هي النقطة اللي عندي في زائد المشتقة الاولى عند الايه على مضروب الواحد في اكس نقص اي قس واحد المشتقة التانية لل ايه على مضروب الاتنين في اكس نقص اي قس اتنين واحد كذا الدلالة الاولى بواحد ايه بنص ناقص زائد كان بقى سالب جازر ثلاثة على اتنين على مضروب الواحد في اكس نقص باي على ثلاثة زائد مشتقة التانية اللي سالب نص على مضروب الاتنين في اكس ناقص باي على تلاتة قصة اتنين طب اللي بعد يا أستاذ سالب نص يبقى السالب نص على مضروب التلاتة في اكس ناقص باي على تلاتة قصة تلاتة وهكذا نلاحظ ايه هنا بقى نلاحظ بص موجب وبعدين حدين سالب وبعدين اللي بعد ده يبقى موجب موجب يبقى ايزا فيه حدين موجب وحدين ايه وحدين سالب نلاحظ ان الحدود الفردية فيها جزر 3 على 2 والزوجية فيها نص يبقى ده هيستدعى أن أنا هقسم من السلسلة دي لحد جزء الجزء الأول هاخد الجزء الفردي أو الزوجي مش هتفرق يبقى هنا لو اعتبرنا من أن بتساوي صفر المال نهاية وهنا من أن بتساوي صفر المال نهاية لو أنا خدت الحدود الزوجية الأول اللي هي نص صار بنص موجة بنص اللي بعد دي هتبقى موجة بنص يلاحظ أن في حدود فيها نص وفي حدود فيها جزر 3 على 2 على 2 نلاحظ اللي هي فيها نص هي الحدود الزوجية يبقى طبعا موجة بسالب برضو يبقى سالب 1 قس 2 على النص اللي هو 2 في 2N مضروب في X نص بي على 3 قس 2N ده الزوجية اروح اقرر ده نفس الكلام سالب 1 قس 2 بس هنا يبقى كمبه جزر 3 على 2 يبقى هنا فيه جزر 3 على 2 والحدود الفردية 2N زائد 1 في مضروب في X نص بي على 3 قس 2N زائد 1 وده تعتبر الجزء ده الجزء الزوجي الحدود الزوجية الجزء ده الحدود الفردية طبعا انا عارف شوية فيها الاخبطة ولكن اعزائنا الوحيد انه طبعا بيجين للأسئلة الاختيارية في احنا نبقى عارف الشكل من طالب بساطة في ان شاء الله بنزلكم على PDF مجموعة قوانين كده بحيث ان من شكلها على طول تقدر تختار الاختيار بدون حل يا ربنا وفاكم وفي امان الله وكل عام وانتم بخير اشتركوا في القناة